بالعودة إلى الداشبورد يمكنني طباعة الشهادات للطالبات من هنا ثم اختيار Print Certificates تظهر لي أسماء الطالبات التي سجلتها يمكن مباشرة Print Certificates وهذا هو شكل الشهادة يمكن بالضغط هنا على طباعة تقوم بطباعة جميع الشهادات من حساب الطالبة أيضا يمكنها طباعة الشهادة عند انتهائها من جميع المراحل يمكنها الضغط على لقد أنهيت ساعة من البرمجة تقوم بإدخال اسمها ثم تسجيل اسم الطالبة هنا ونلاحظ بعض الاختلافات ما بين الشهادة في من حساب الطالبة ومن حساب المعلمة بالنسبة للتعميم ساعة البرمجة فعذرا على عدم وضوح التعميم ولكن هذه النسخة التي أمكنني التحصل عليها طبعا التعميم يشمل على نبذة تعريفية عن ساعة البرمجة ولكن ما يهمنا هو في الصفحة التالية ذاكرين في التعميم كيف يمكن تسجيل الحدث كما شرحته في الفيديو يمكن تفعيله في المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية كأندية الحي مثلا في التعميم ذاكرين أنه لابد من لعبة ماينكرافت لمن لم يسبق له تفعيل ساعة البرمجة المدارس التي عندها مشكلة في الانترنت هناك استخدام ورقي أو نسخة ورقية وطريقة يدوية لتعليم البرمجة الصراحة لما استخدمها في حال انتهاء الطالب سيقوم بالحصول على شهادة تقوم كل إدارة تدريب بتسمية منسق للحملة لمتابعتها والتنسيق مع أشياء إدارية ووزارية ما يهمنا حوافز التفعيل تدريب أكثر من خمسين طالب أحصل على شهادة مساهمة تدريب أكثر من مئتين وخمسين طالب أحصل على شهادة مشاركة تدريب أكثر من خمسمائة طالب أحصل على شهادة إنجاز تدريب أكثر من ألف طالب أحصل على شهادة خبير ساعة برمجة أكثر عشر معلمين في تدريب الطلاب يتم تكريمهم من قبل الوزارة كما حصل العام الماضي جميع المدارس التي تقوم بتفعيل ساعة البرمجة مع جميع الطلاب تمنح شهادة للمدرسة كمدرسة مشاركة في تبني هذا الحدث وأيضا هناك تكريم للإدارات التعليمية استكمالا للتعميم ذكرين الهدف ذكرين التاريخ من 10 ثلاثة إلى 2 أربعة هذه المدة التي ترفع فيها التقارير وهناك تعليمات على الترشيح وتعليمات التنفيذ يكون تدريب المعلمين على كيفية تفعيل ساعة البرمجة عبر معلمين حاصلين على شهادة تدريب من نفس الموقع أو معلمين مايكروسوفت الخبراء وأيضا مذكور في التعميم إيميل أو بريد إلكتروني وهو لزياد السيف وذلك لرفع التقرير عليه تقرير ساعة البرمجة بمعنى كل مجهودي في ساعة البرمجة سواء عملت ورش تدريبية للطالبات دربتهم على ساعة البرمجة في حصص النشاط أو في حصص الاحتياط فوثق جميع أعمالي بتوقيعات من الطالبات ثم ختم وتوقيع ورقة التوقيعات من إدارة المدرسة يمكن عمل التقرير على برنامج وورد مثلا ثم حفظه كPDF ورفعه إلى وان درايف مثلا أو يمكن عمله على سوي يفضل يعني بأنه يكون التقرير بأحد برامج مايكروسوفت وأخيرا أرفق أيضا وأيضا مرفق في التقرير هذا البيان الذي أرفقه أيضا في التقرير عدد الطلاب المشاركين عدد المعلمين المشاركين في المدرسة الواحدة أو يمكن رفع الأعداد إلى المشرفة مثلا التي متبنية المشرفة المتبنية لهذا الحدث وتقوم هي برفعه